كتاب لنرجع إلى بشارة الماء والروح للكاتب بول كي يونج العزة الأولى معنى البشارة الأصلية للولادة الجديدة يحنى الإصحاح الثالث الآية الأولى إلى السادسة كان إنسان من الفرسيين اسمه نيكوديموس رئيساً لليهود هذا جاء إلى يسوع ليلاً وقال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلماً لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه أجاب يسوع وقال له الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله قال له نيكوديموس كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانياً ويولد أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح ما معنى الولادة الجديدة بحسب الكتاب المقدس يوجد في هذا العالم العديد الذين يريدون الولادة الجديدة بالإيمان بيسوع لكني أود أن أخبركم أولاً أن الولادة الجديدة ليست بإرادتنا وبكلمات أخرى لا يمكن الحصول عليها من خلال أعمالنا أكثر المسيحيين عندهم هذا الفهم الخاطئ فهم يؤمنون أنهم على يقين من ولادتهم الجديدة لأنهم بنوا العديد من الكنائس الجديدة وقرس بعضهم أنفسهم ليبشروا بالمسيح كمبشرين للناس الذين لم تصل إليهم البشارة في المناطق النائية ورفض بعضهم الزواج واستخدموا كل طاقتهم لعمل ما يظنون أنه عمل الله وليس هذا كل الأمر فهناك أيضاً الذين يتبرعون بمبالغ كبيرة من المال لكنيستهم أو لربما يقومون بتنظيف أرضية الكنيسة يومياً وبشكل عام هم يكرسون وقتهم ومالهم للكنيسة ويظنون أن كل هذه الجهود ستجعلهم ينالوا إكليل الحياة يترجون أن الله يقبل الله جهدهم ويسمح لهم بالولادة الجديدة لكن الفكرة هي أنه يوجد الكثير من المكرسين يحتاجون للولادة الجديدة ويوجدون في كل مكان يعملون بجد مترجين أنه يوماً ما سيباركهم الله ويسمح لهم بالولادة الجديدة يوجدون في مؤسسات الصلاة المعاهد اللاهوتية والمصحات ومن سوء الحظ أنهم لا يعرفون الحق عن الولادة الجديدة يفكرون جميعاً في أعمالهم إذا كنت بهذا العمل بشكل كامل مثالي سأنال الولادة الجديدة وعلى هذا يضعون كل جهودهم في هذه الأعمال معتقدين أنهم يبنوا الأساس الضروري للولادة الجديدة ويفكروا أنا أيضاً سأنال الولادة الجديدة يوماً ما مثل القص ويسلي ويقرؤون يحنى الإصحاح الثالث الآية السامنة ويفسرون الآية بأن المقصود منها أنه لا أحد يمكن أن يغبر من أين تأتي أو إلى أين تذهب بركة الولادة الجديدة وعلى هذا يمكنهم فقط أن يعملوا بجد أميرين أن يسوع سيسمح لهم بالولادة الجديدة يوماً ما وهناك العديد يفكرون هكذا إذا ظللت أحاول هكذا فإن يسوع سيسمح لي بالولادة الجديدة يوماً ما وأصبح مولوداً من جديد حتى دون أن أدرك ذلك في صباح ماء سأستيكز مولوداً جديداً ببساطة وأعرف بأني سأذهب إلى السماء يا للهول كم ستخيب أمالهم وإيمانهم لا يمكننا اختبار الولادة الجديدة بهذه الطريقة فنحن لا يمكن أن ننال الولادة الجديدة بواسطة الامتناع عن الخمر والسجائر أو بواسطة حضور الكنيسة بجدية كما قال يسوع يجب أن نولد ثانياً من الماء والروح لندخل ملكوت الله ويعتبر الماء والروح شرط الله فقط للولادة الجديدة ما لم يولد الإنسان ثانياً من الماء والروح فإن كل جهوده ليتبرر أمام يسوع تكون دون جدوى لا يمكن أن يولد الإنسان ثانياً بتقدمات أو تبرعات أو بالتكريس ربما يزن بأنه لأن الله فقط يعرف المولودين ثانياً لذا لا يمكنه أن يعرف سوى هو مولود ثانياً أم لا وربما طريقة التفكير تلك تكون مريحة له لكن لا يمكن أن تخفي حقيقة الولادة الجديدة تحت المنددة فهو بالتأكيد يعرفها بنفسه وكذلك الآخرون حوله يشعرون به ربما ليس من الممكن أن نشعر بها مدياً لكن بالتأكيد نشعر بها جيداً وذلك روحياً فالمولودون ثانياً حقاً هم المؤمنون المتجددون خلال كلمة الله كلمات الماء والدم والروح لكن أولئك الذين لم ينالوا الولادة الجديدة لن يفهموها تماماً مثل ما فعل نوكوديموس وعلى هذا يجب أن نستمع لكلمات الحق الخلاص خلال معمودية يسوع ودمه وعندما نستمع ونتعلم كلمة الله يمكن أن نجد الحق فيها ومن ثم مهم جداً أن نفتح أزهاننا ونستمع بشكل حذر الريح تهب حيث ما تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح إنجيل يحنى الإصحاح الثالث الآية السامنة عندما يقرأ شخص لم ينال الولادة الجديدة هذه الفكرة يفكر آه قال يسوع بأني لا أستطيع أن أعرف متى أنال الولادة الجديدة لا أحد يعرف وهذه الأفكار تريحه لكن هذا ليس صحيحاً ربما لا نعرف من أين تأتي الريح أو إلى أين تذهب لكن الله يعرف الكل حتى بين المولودين ثانياً يوجد البعض لا يدركوها في البداية هذا مفهوم لكن في قلوب هؤلاء البشر هناك البشارة كلمات الخلاص خلال معمودية يسوع ودمه هذه هي شهادة الولادة الجديدة كل من يسمع البشارة ويدرك أو إذن أنا بلا خطية ومن ثم نلت الخلاص والولادة الجديدة وعندما يؤمن ويحفظ بشارة الماء والروح في قلبه يزبح باراً ابناً لله وربما عندما يسأل أحد ما هل أنت مولوداً ثانياً يجيب ليس بعد إذن هل خلست؟ فيجيب نعم أعتقد أنني خلست لكنه يقدم تصريح متناقض أليس كذلك؟ وهو يفعل هذا لأنه يعتقد بأن عندما يولد الشخص ثانياً يجب أن يتغير أيضاً في جسدهم يعتبر مثل هؤناء الناس الولادة الجديدة بمسابة تغيير جزري في أسلوب الحياة لكن الحقيقة أنهم لا يفهمون بشارة الولادة الجديدة من الماء والروح هناك العديد جداً لا يفهمون معنى الولادة الجديدة يا للشفقة ليس فقط علمانيين لكن أغلب قادة الكنيسة الذين يقومون بمهمتهم تحت هذه الدلالة إن كلوب المولودين ثانياً منا تنوح لأجل هؤلاء الناس عندما نشعر هكذا ما مقدار الألم الذي نسببه ليسوع إلهنا في السماء فنولد ثانياً بواسطة الإيمان ببشارة الولادة الجديدة لمعمودية يسوع ودمه على الصليب الولادة الجديدة ونوال الخلاص هم نفس الشيء لكن هناك العديد لا يعرفون هذه الحقيقة الولادة الجديدة تعني أن الخطئة التي في قلب الإنسان محت بالإيمان ببشارة الماء والروح فهو يقصد أن تصبح برراً خلال الإيمان بمعمودية يسوع وزبيحة نفسه على الصليب قبل الولادة الجديدة يعتبر الإنسان خاطئ لكن بعدها هو بلا خطية تماما كشخص جديد أصبح ابنا لله بواسطة الإيمان ببشارة الخلاص الولادة الجديدة تعني أن نلبس سياب مع مدية يسوع ونموت على الصليب مع يسوع ونقوم معه وتعني أن الإنسان قد تسر برا خلال كلمات مع مدية وصليب يسوع عندما يولد الإنسان من رحم أمه يكون خاطئا لكن عندما يسمع البشارة الحقيقية للولادة الجديدة من الماء والروح يصير مولودا جديدا ويصبح برا من الخارج يبدو غير مختلف لكنه من الداخل مولودا جديدا في روحه هذا هو المقصود من الولادة الجديدة لكن هناك القليل جدا الذين يعرفون هذه الحقيقة ليس حتى واحد في العشرة آلاف هل يمكن أن توافقني أن هناك قليلا جدا يفهمون المعنى الحقيقي للولادة الجديدة؟ أولئك الذين يؤمنون ببشارة الماء والروح وهم مولودين ثانيا يمكن أن يميزوا المولودين ثانيا بحق من عامة المسيحيين يسوع هو الذي يتحكم في الريح الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح كان يسوع يتحدث الذين لم ينالوا الولادة الثانية يعرف المولود ثانيا أنه مولود ثانيا لكن نيكوديموس لم يعرف يعرف الله المولود ثانيا والمولود ثانيا نفسه يعرف هذا أيضا لكن لا يعرف غير المولودين ثانيا كيف يمكن للإنسان أن يولد ثانيا مثلما لا يعرفون من أين تأتي الريح أو إلى أين تذهب هل أنت قادر أن تفهم هذا؟ من يحرك الريح؟ الله؟ من خلق الريح؟ الله في السماء من يسيطر على المناخ على الأرض وكنوات الريح والمياه ومن يضع نسمة الحياة في كل الكائنات الحية بكلمات أخرى من خرق كل الحياة في هذا العالم وجعلها تزدهر لم يكن إلا يسوع المسيح ويسوع هو الله وعندما لا نعرف كلمات بشارة الماء الدم والروح لا يمكن أن نكون مولودين ثانيا ولا يمكن أن نعلم الآخرين روحيا أيضا أخبرنا يسوع أنه ما لم يولد الواحد من الماء والروح لا يمكن أن يولد ثانيا يجب أن نؤمن بشارة الماء والروح البشارة القوية التي تجعلنا مولودين ثانيا يدخل الروح ويسكن في عقول أولئك الذين يؤمنون ببشارة الماء والروح يسوع المسيح قد عم أعمد ليأخذ كل خطايا البشرية وسفك دمه على الصليب ليدفع سمن هذه الخطايا وقد أسس الخلاص بالولادة الجديدة في قلوب كل البشر عندما نؤمن بهذه البشارة يدخل الروح الكدس في نفوسنا هذا هو الخلاص بالولادة الجديدة عندما نؤمن بتطهير كل الخطايا خلال معمودية يسوع ودمه نكون حقا مولودين ثانيا في تكوين الإصحاح الأول الآية الثانية مكتوب وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه مكتوب أن روح الله كان يرف على وجه المياه روح الله كان يتحرك على سطح الأرض هذا يعني أن الروح لا يمكن أن يدخل كلوب الخطا كلوب غير مولودين ثانيا خربة ممتلئة بظلمة الخطيئة إذن روح الله ليس قادر أن يسكن في كلوبهم أرسل الله نور إنجليه لينير كلوب الخطا قال الله ليكن نور وكان نور حينئذ وفقط عندئذ يمكن أن يسكن روح الله في كلوب البشر يسكن روح الله إذن في كلوب المولودين ثانيا أولئك الذين يؤمنون ببشارة الماء والروح هذا ما معناه أنهم يكونوا مولودين ثانيا هم مولودين ثانيا في كلوبهم لأنهم استمعوا لكلمات الخلاص بالماء والروح وآمنوا بها كيف يمكن للإنسان أن يكون مولودا ثانيا وضح يسوع ذلك لنيكوديموس الفرسي قائلا إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله فقال نيكوديموس كيف يمكن للإنسان أن يولد وهو شيخ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانيا ويولد من الواضح أنه أخذها بشكل حرفي ولم يتمكن أن يفهم كيف يمكن للإنسان أن يكون مولودا ثانيا فقال له يسوع أنت معلم وأنت لا تعرف حتى ما معنى هذا أخبره يسوع أن كنهان إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات ولا حتى يراه أخبر يسوع نيكوديموس حقيقة الولادة الجديدة حقا أن هناك العديد من الناس الذين يؤمنون بيسوع دون نوال الولادة الجديدة أكثر المسيحيين هم مثل نيكوديموس وليسوا حقا مولودين ثانيا كان نيكوديموس قائد روحي في إسرائيل في ذلك الوقت مشابه لقادة الكنيسة اليوم بالتعبير الحديثة كان يقارن بعضه ككونجرس لدولة بالمقاييس الدينية كان معلم حبر عظيم كان قائد ديني اليهود كان أيضا عالم لهوت مرموك في تلك الأيام ما كان هناك مؤسسة في إسرائيل تقارن بمدارس اليوم لذا كان كل الناس يذهبون إلى الهيكل أو المجامع ليدرسون تحت المعلمين كانوا معلمين للشعب كما اليوم كان هناك العديد من المعلمين الكذب أيضا وكانوا يعلمون الشعب دون أن ينالوا الولادة الجديدة هم أنفسهم في الوقت الحاضر هناك العديد جدا من القادة الدينيين وموظف الكنيسة والمعلمون والوعوز والشيوخ والشمامسة الذين لم ينالوا الولادة الجديدة مثل نوكوديموس هم لا يعرفون حقيقة الولادة الجديدة العديد منهم حتى فكروا بأننا يجب أن ندخل رحم أمنا مرة ثانية لنولة ثانيا يعرفون بأنهم يجب أن يكونوا مولودين ثانيا لكنهم لا يعرفون كيف وبسبب جهلهم يجبهون رجل أعمى يلمس فيه فيله ليدركه بيديه إن أمرهم مستند على مشاعرهم وخبراتهم الشخصية ويبشرون القيم الدنيوية في الكنيسة وبسبب هذا العديد من الناس المخلصين هم معاكين عن نوال الولادة الجديدة لا تتعلق الولادة الجديدة بتاية بأعمالنا الصالحة فنحن نولت ثانيا بالإيمان بكلمات الماء والدم والروح التي قدمها لنا الله إنها بشارة الله التي تغيرنا من الخطيئة إلى البر تكلم يسوع بهذه الكلمات إن كنت كلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن كلت لكم السماويات وحقا الناس لم يؤمنوا عندما أخبرهم يسوع بحقيقة أن كفارة كل الخطايا قد تمت بمعموديته لماذا لم يؤمنوا؟ لم يؤمنوا أن فداهم قد تم خلال معمودية يسوع وموته على الصليب هذا ما قصده عندما قال بأن الناس لن يؤمنوا إذا أخبرهم عن السماويات وليطهرنا من كل خطيانة عمد يسوع على يد يحنى المعمدان ومات على الصليب وبعد ذلك قام من الموت ليمهد الطريق للخطوة لينالوا الولادة الجديدة ثم أوضح يسوع ذلك لنوكوديموس بالإشارة للعهد القديم ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية إنجيل يحنى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى الخامسة عشر وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان ماذا قصد يسوع عندما قال وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لقد اكتبس هذه الفكرة من العهد القديم ليصور كيف أن معموديته ودمه هم كفارة لكل خطايا البشر لكي يموت يسوع على الصليب ويرفع أولا كان يجب أن يأخذ خطية العالم بمعموديته على يد يحنى المعمدين ولأن يسوع كان بدون خطية فهو ما يتمكن أن يصلب على الصليب لأنه لكي يصلب كان لزي من عليه أن يعمد على يد يحنى المعمدين وهكذا يأخذ كل خطايا البشر عليه فقط بواسطة أخذه خطيانا ويدفع عنها بدمه يمكن أن يخلص كل الخطاة من الدينونة قدم يسوع لنا الخلاص بالولادة الجديدة من الماء والروح إذن أولئك الذين يؤمنون بيسوع كمخلصهم يلبسون سوب معموديته يموتون معه ويولدون ثانيا معه أخيرا فهم نوكوديموس هذا هل تعرفون قصة كيف أن موسى رفع الحياة النحاسية في البرية؟ هذه القصة مكتوبة في سفر العدد الإصحاح الحادي والعشرون يقول بأن شعب إسرائيل صاروا محبطين جدا بعد خروجهم من أرض مصر وهذا جعلهم يجدفوا على الله وموسى ونتيجة لذلك أرسر الرب حياته نارية بين شعب دخلت خيامهم وعدتهم وقتلتهم وبعدما عدتهم الحيات بدأت أجسامهم تنتفخ ومات العديدة منهم وعندما بدأ الشعب يموت صلى موسى قائدهم إلى الله يا رب خلصنا من فضلك أخبره الله أن يصنع لهم حياة نحاسية ويضعها على عمود وأخبره أن كل من ينظر إليها يعيش فعل موسى كما قيل له وأخبره الشعب بكلمات الله وأي واحد آمن بكلماته ونظر إلى الحياة النحاسية نال الشفاء وبنفس الطريقة نحن يجب أن نشفى من عدات سم الشيطان استمع شعب إسرائيل إلى موسى ونظر إلى الحياة النحاسية المرفوعة على العمود وهكذا تم شفائهم كان إعلان الحياة على العمود هو بمسابة دينونة كل خطايا الإنسان التي جلبت على يسوع المسيح خلال معموديته وموته على الصليب أخذ يسوع الخطايا على نفسه ليدفع العكوبة عنها عن كل خطاة العالم هكذا تمن كل عكوبة خطايانا جاء يسوع المسيح في هذا العالم ليخلص كل الناس الذين كان عليهم أن يموتوا من سم الحياة إغراء الشيطان فقد كان لزمن عليه ليدفع عن كل خطايانا أن يعمد ويصلب على الصليب قبل أن يكون ليخلص أولئك الذين آمنوا به وكما أن شعب إسرائيل في العهد القديم خلصوا عندما نظروا إلى الحياة النحاسية اليوم كل من يؤمن بيسوع وعنده الإيمان أنه دفع عن خطايانا خلال معموديته ودمه يمكن أن يخلص ويبولد ثانيا دفع يسوع بالكامل عن كل خطايا العالم خلال معموديته بواسطة يحنى المعمدين في الأرض وموته على الصليب وقيامته من الأموات والآن كل أولئك الذين يؤمنون به يمكن أن يخلصوا برحمته ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء إنجيل يحنى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر وكتعويد عن خطايانا يسوع قد عمد ونزف على الصليب وفتح أبواب السماء لنا قال يسوع في إنجيل يحنى الإصحاح الرابع عشر الآية السادسة أنه هو الطريق والحق والحياة لا أحد يجيء إلي إلى الآيب إلا بي ولأن يسوع قد عمد وصلب على الصليب ليفتح بوابات السماء لنا فإن كل من يؤمن بالخلاص خلاله ينقض دفع يسوع عن خطيانا مسبقا لذا كل من يؤمن بحقيقة الماء والدم والروح يمكن أن يدخل ملكوت السموات أنقذنا يسوع ببشارة الماء والروح تأتي الولادة الجديدة من الإيمان بمعمودية ودم يسوع وفي حقيقة أنه الله وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان إنجيل يحنى الإصحاح الثالث الآية الرابعة عشر ماذا تعني هذه الآية؟ لماذا كان لزاما على يسوع أن يصلب؟ هل ارتكب أسامهم مثلنا؟ هل كان ضعيف مثلنا؟ هل كان ناقص مثلنا؟ لا إذن لماذا كان لزاما عليه أن يصلب؟ كان ذلك لكي يخلصنا ويكفر عن كل خطيانا وقد عمد وصلب لكي يخلصنا جميعا من كل خطيانا هذه هي حقيقة الخلاص الولادة الجديدة من الماء والروح قدم يسوع حياة جديدة لكل أولئك الذين آمنوا بمعمودياته وموته على الصليب كفارت كل خطيانا معنى الماء والروح يخبرنا الكتاب المقدس أنه عندما نؤمن بمعمودية يسوع ودميها على الصليب ننال الولادة الجديدة ونصبح أبناء الله وننال الولادة الجديدة من خلال الكلمات المكتوبة للله أي بشارة الماء والدم والروح التي تكفر عن خطيانا وتبقى للكتاب المقدس الماء يعني معمودية يسوع رسالة بوترس الأولى الإصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون الروح يعني أن يسوع هو الله وهذه هي حقيقة الولادة الثانية أن يسوع جاء إلى هذا العالم في جزد إنسان ليدفع عن خطيانا خلال معموديته ودميه أخذ كل خطيانا خلال معموديته ودفع أجرة الخطيئة بموته على الصليب وخلص كل أولئك الذين يؤمنون به بمعموديته وبسفك دميه على الصليب يجب أن ندرك أن معمودية ودم يسوع يمثلان خلاصنا لأنهما يخلصون من خطيانا فقط أولئك المولودين ثانيا من الماء والروح يمكن أن يروا ويدخلوا ملكوت السماوات يخلصنا يسوع بماء معموديته دميه والروح هل تؤمنون بهذا؟ يسوع هو رئيس الكهنة السماوي الذي جاء إلى هذا العالم ليدفع عن خطايا العالم وقد عمد نزف على الصليب وقد قام وهكذا أصبح مخلص كل أولئك الذين يؤمنون به قال يسوع في إنجيل يحنى الإصحاح العاشر الآية السابعة أنه هو باب الخراف يقف يسوع على باب السماء من يفتح الباب لنا يسوع المسيح وهو يحول وجيه بعيدا عن أولئك الذين يؤمنون به دون معرفة حقيقة خلاصه لا يسمح لأولئك الذين لا يؤمنون بمعموديته والدم والروح أن ينالوا الولادة الجديدة يحول وجيه بعيدا عن أي واحد لا يؤمن بكلمته المكتوبة ويرفض أن يقبل قداسته ولن يعترف به قل الله أي واحد يرفض أن يؤمن بالحقيقة المكتوبة أنه جاء إلى هذا العالم في الجسد وقد عمد ومات على الصليب ليكفر عن كل أسام العالم أو أنه مات على الصليب ليقبل الدينون عنه أو أنه قد قام في اليوم الثالث بعد الصلب يطرد بوسطته وسيموت كما هو مكتوب أن أجرة الخطيئة موت لكن أولئك الذين يؤمنون ببركة الفداء خلال معموديته ودمه أولئك الذين قد صاروا مقدسين في قلوبهم يسمح لهم أن يدخلوا ملكوت السماوات هذه هي البشارة الحقيقية للولادة الجديدة البشارة التي جاءت إلينا بالماء الدم والروح الولادة الجديدة هي البشار السماوية فقط أولئك الذين يؤمنون بمعموديت ودم يسوع يمكن أن يكونوا مولودين ثانيا أولئك الذين يؤمنون ببشارة الماء والدم والروح هم بلا خطيئة هم حقا مولودين ثانيا لكن اليوم كما أن نيكوديموس لم يكن مدرك للحقيقة معظم الناس يؤمنون بيسوع بدون معرفة البشارة الحقيقية ياله من بارس في المجتمع نيكوديموس لكنه سمع البشارة الحقيقية من يسوع وفي الآخر عندما يسوع قد صلب كان من جاء ليدف جسده منذ ذلك الوقت بدأ نيكوديموس أن يؤمن بالكامل في الوقت الحاضر هناك الكثير من الذين لا يعرفون حقيقة الماء والروح ليسوع على وعلى ذلك هناك العديد جدا من الناس الذين لا يقبلوا الحقيقة عندما يسمعوا البشارة الحقيقية يالهم من بؤساء جعل يسوع ممكنا لكل مننا أن ننالي الولادة الجديدة ماذا جعلنا مولودين ثانيا الماء، الدم، الروح أخذ يسوع خطيانة عندما عمد مات على الصريب وبعد ذلك قام من الأموات ويعطي لكل أولئك الذين يؤمنون به بركة الولادة الجديدة يسوع هو المخلص الذي يسمح لكل أولئك الذين يؤمنوا به أن ينالوا الولادة الجديدة وصل لكي تكونوا دائما مع يسوع الذي خلق السماء والأرض وكل الأشياء التي فيها قال يحنى الإصحاح السيلس الآية السادسة عشر لكي لا يفنى كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية لقد نلنا حياة أبدية بالإيمان بيسوع نلنا الولادة الجديدة بالإيمان بالماء والروح إنه الحق أننا إذا أمننا ببشارة الخلاص مع مدية ودم يسوع وأن يسوع هو المنقذ وهو الله نحن يمكن أن نخلص لكن إذا لا نؤمن بهذه الحقيقة سنركب في جهنم للخلود لهذا أخبر يسوع نوكوديموس إذا خبرتكم الأرضيات وأنتم لا تؤمنوا فكيف تؤمنوا إن كلت لكم السماويات ماذا فعل الله لنا سمح لنا الخلاص خلال يسوع أن ننال الولادة الجديدة يخلصنا يسوع من العالم الشيطان وخطايا العالم وليخلص الخطاء في هذا العالم من دينونة الخطية أخذ كل خطيان خلال معموديته صلب على الصليب وبعد ذلك قام من الأموات إنه اختيارنا سوى نؤمن بهذا الخلاص أم لا يأتي خلاص الولادة الجديدة من الإيمان في الخلاص خلال معموديته ودم يسوع قال بأن هناك بركتان لنا من الله الأولى بركة عامة تتضمن كل الأشياء الطبيعة بضمن ذلك الشمس والهواء هذه تعرف كالبركة العامة لأنها معطى لكل الناس سوى هم أشرار أم أبرار إذن ما هي هذه البركة الخاصة؟ البركة الخاصة هي الولادة الجديدة من الماء والروح التي خلصت كل الخطاء من الموت بسبب خطاياهم البركة الخاصة مكتوب في إنجيل يحنى الإصحاح الثالث الآية السادسة عشر لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يصف هذا بركة الله الخاصة جاء يسوع لهذا العالم في جسد إنسان ورفع كل خطيانا بمعموديته وصلب عنا هذه بركة الله الخاصة حقيقة إننا كتخلصنا من كل الخطايا إنها حقيقة أن يسوع كتخلصنا وحاولنا من خطاء إلى أبرار يمكنهم بكل بساطة نوال بركة الله الخاصة بالإيمان بهذه الحقيقة هل تؤمنون جميعا؟ سيكون كل إيمانكم بلا جدوى إذا رفضتم بركة الله الخاصة هذه بغض النظر كم كنتم مخلصين خلال حياتكم أنا أقوم بالتبشير كل حين وما سبق أن نسيت أن أعز أن الإيمان بمعموديته يسوع وصليبه وهو الطريق الوحيد للولادة الثانية كل سفر من أصفر الكتاب المقدس يكشف أن بركة الولادة الثانية خلال يسوع هي بركة الله الخاصة التي نتحدث عنها ولا شيء يصور بركة الله أفضل من خلاص الخطاء خلال معموديته يسوع وصل به معموديته يسوع وصل به هي بركة الله الخاصة ليس لدي الوعاظ الكذبة في هذا العالم شيء ليقولوا حيال هذا فهم يظهرون في ملابس ملائكة النور مسلحين بمواعز المسيحية والإنسانية نعم هذا حقيقي حتى المعجزات التي يقومون بها من شفاء المرضى ما هي إلا أشياء شريرة وإذا لم يكن لها علاقة ببركة الله الخاصة لقد قدمت بركة الله الخاصة لنا نحن الخطاء بشارة الكفارة ببركته الخاصة سمح الله لنا أن ننالوا الولادة الثانية لقد جددنا خلال معموديته ودمه وموته وقيمته وجعلنا أبنائه الأحرار من الخطيئة هل تؤمنون بهذا؟ نعم هل بركتم حقا؟ نعم معموديت يسوع ودمه موته وقيمته البركة الخاصة التي قدمها الله لنا خلال الماء والروح هذه هي بشارة البركة الخاصة وسبح الرب لخلصنا خلال بركته الخاصة إنه لشيء يدعو للأسف أن الكثير جدا من المسيحيين المخلصين اليوم ليسوا مدركين لبركة الله الخاصة التي هي بشارة المعمودية والدم أي الولادة الجديدة من الماء والروح وهم يحاولون بتهور أن يجدوا طرق أخرى في لغوتهم من مواعزهم الدينية كم هم جهلاء المسيحية موجودة منذ فترة طويلة جدا ومرت تقريبا 500 سنة منذ فترة الإصلاح لكن للأسف ما زال هناك الكثير جدا في كوريا وفي بقية العالم جهلة بحقيقة الولادة الجديدة وبركة الله الخاصة ولكني أتمنى وأؤمن أن الله سيسمح بتعليمهم الحق الآن لأننا في عصر وشيق على نهاية هذا العالم يجب على الخطاء أن يختبروا الولادة الثانية ويقبلوا حقيقة الماء والروح لكي يصبحوا أبرارا ويدخلوا ملكوت السماوات وعلى هذا يحاول العديد من المسيحيين بشدة أن ينالوا الولادة الثانية لكن إذا حاولوا بدون معرفة المعنى الحقيقي للولادة الثانية فإن إيمانهم يكون دون جدوى فهم يقولون بأنه يتوجب عليهم نوال الولادة الثانية ليدخلوا ملكوت السماوات لكنهم ليس لديهم أي إشارة على حقيقة الولادة الجديدة هم يفترضون فقط أن الإيمان بإخلاص شديد والشعور بالنار في قلوبهم يجعلهم يكونوا مولودين ثانيا لكن محاولة الولادة الجديدة بالاستناد على المشاعر الشخصية أو الأعمال الدينية الجادة لا يمكن فقط إلا أن تقودوا إلى الإيمان الخطئ كلمة الله التي تجعلنا ننال حقا الولادة الجديدة مكتوب بوضوح في إنجليو حنى الإصحاح الخامس الإصحاح الخامس الآية الرابعة إلى الثامنة إننا يمكن أن نكون مولودين ثانيا فقط بالإيمان بالماء والدم والروح ويجب أن نتذكر أننا لا يمكننا أن ننال الولادة الثانية إلا فقط من خلال كلمة الله المكتوبة التي هي كلمة الحق يجب أن نعرف بأن الرؤى التكلم بألسنة أو الخبرات المدهشة لا يمكن أن تقودنا للولادة الثانية قال يسوع في الإصحاح الثالث من يوحنى أن الإنسان لا يمكن أن يدخل ملكوت السموات ما لم يولد ثانيا من الماء والروح وإذا أراد أن ينال الولادة الجديدة عموما يجب أن يؤمن بيسوع مرتين أولا يميل الشخص أن يؤمن بيسوع بالطريق الديني حتى يتعرف على خطايا خلال نموس الله وبمجرد أن يؤمن الإنسان بيسوع خلال نموس الله يدرك فضاعد كونه خاطئ حقا نحن لا يجب أن نصد بيسوع تبقى إلى إحدى أديانه هذا العالم فالمسيحية ليست دين إنها الطريق الوحيد لنوال الحياة الأبدية بالإيمان أي واحد يؤمن بيسوع كدين سينتهي فارغ اليدين سيترك بلقب بقلب مملوء بالخطيئة والفوضى والفراغ الروحي أليست هذه هي الحقيقة؟ بالتأكيد أنتم لا تريدوا أن تنتهوا كمنافقين مثل في الرسال الكتاب المقدس يريد كل شخص أن يصبح مسيحي مولود إنسانيا لكن عندما يؤمن الواحد بالمسيحية كدين ينتهي بأن يكون منافق بقلب ممتلئ بالخطيئة لذا يجب أن نعرف حقيقة الولادة الثانية أي إنسان يؤمن بالمسيحية كدين دون نوال الولادة الثانية سينتهي بكل تأكيد ليكون في حال التشويش وفراغ قلبي إذا آمن الإنسان بيسوع لكن دون اختبار الولادة الثانية فإن اعتقاده يكون خاطئ ومن ثم ينتهي كمنافق يحاول بشدة أن يظهر مقدس أمام كل إنسان لكنه يفشل بتعاسى وطالما تؤمن بالمسيحية كدين ستكون دائما إنسانا خاطئا منافقا وتعيش أيامك تنوح على خطيئك أما إذا أردت أن تتحرر من خطيئك فيجب عليك أن تؤمن بالحقيقة المكتوبة أي بشارة الماء والدم والروح لنكتشف سر الخلاص خلال معمودية يسوع يخبرنا الكتاب المقدس أي أن أي إنسان يمكن أن ينال الولادة الثانية بكلمة الله التي لا تتغير أبدا والآن دعونا ننظر لكلمات الرسول بطرس في بطرس الأولى الإصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون يوجد أيضا مثال الذي يخلصنا الآن يعني معمودية مكتوب في الكتاب المقدس أن معمودية يسوع هي المثال الذي يخلصنا وكل الذين يؤمنون بيسوع يجب أن يعرفوا ليس معموديةنا الخاصة لكن معمودية يسوع لأن معمودية يسوع تعطينا نحن الخطاة حياة جديدة آمنوا بها وستنالوا الولادة الثانية وبركة الخلاص وبفهم أن الخلاص يتم بالإيمان بمعمودية يسوع يمكننا أن نخلص ونصير أبرارا وننال الحياة الأبدية بجلمات أخرى عندما نؤمن بحقيقة الخلاص خلال كلمات الله فإن خطينا ستظهر دائما ستتطهر أيضا دائما ولتكون مولودا ثانيا أي أن تنال اختبار الولادة الجديدة يبدأ معظمنا بالإيمان بيسوع عادة كذين وبعد ذلك ننال الولادة الثانية بالإيمان عندما ندرك الحق أن اسم يسوع يعني يخلص شعبه من خطيهم إنجيل متى الإصحاح الأول الآية الحادية والعشرون وعندما نؤمن بيسوع ونعرف تماما ما قام به لكل البشرية نتحرر حينئذا من خطينا ونولد ثانيا كشعب جديد في بادئ الأمر نؤمن بيسوع كذين ثم عندما نسمع ونؤمن ببشارة معمودية يسوع ودمه نختبر الولادة الثانية ما هو الحق الذي يجعلنا نولد ثانيا أولا معمودية يسوع ثم الدم الذي سفكه على الصليب وأخيرا كيامته من الأموات المقصود بالولادة الجديدة أي الإيمان بيسوع كإلهنا ومخلصنا دعونا نرى كيف كان شعب العهد القديم ينال الولادة الجديدة التكفير عن الخطيئة في العهد القديم وضع الأيدي والزبائح الدموية ما هي بشارة الولادة الجديدة في العهد القديم أولا دعونا نقرأ اللويين إصحاح الأول وماذا يقول عن الولادة الجديدة في اللويين الإصحاح الأول الآية الأولى إلى الآية الخامسة ودعا الرب موسى وكلمة من خيمة الاجتماع وكلمه قائلا كلم بني إسرائيل وكلهم إذا قرب إنسان منكم كربانا للرب من البهاء فمن البكر والغنم تقربون قرابينكم إن كان كربانه محرقة من البكر فذكرا صحيحا يقربه يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضى عنه أمام الرب ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى علي للتكفير عنه ويصبح العجل أمام الرب ويقرب بني أهرون الكهنة دم ويرشون الدم مستديرا على المزبح الذي لديه باب خيمة الاجتماع يغبرنا الله في صفر اللويين كيف يمكن أن يتحد بني إسرائيل مع الله خلال نظام تقديم الزبائح وهو الحق الذي توجب علينا جميعا أن نعرفه ونفهمه فمن ثم دعونا نرجع هذه الكلمات دعا الله موسى وتكلم إليه من خيمة الاجتماع وكان الكلام عن التكفير عن خطايا بني إسرائيل عندما كان بني إسرائيل يرتكبون الخطايا والعسيان لناموس الله كانوا قادرين أن يكفروا عن خطاياهم بواسطة تقديم زبائح بلا عيب من الله وكان لابد لهذه الحيوانات الكربانية أن يتم تحديدها بواسطة الله وكان لابد أن تكون بلا عيب أيضا كان لابد أن يتم تقديمها تبقى لتكوز حددها الله وكان شكل تقديم التضحية كالتالي إذا أخطأ أي واحد في وقت العهد القديم كان يجب أن يقدم زبيحة أمام الله لمخفرة الخطايا أولا كان لابد أن تكون الزبيحة بلا عيب وبعد ذلك كان يجب على الإنسان الخاطئ أن يضع يديه عليها لكي ينكد خطايا على رأسها وبعد أن يتم زبحها كان يجب أن يصب دمها على كورونا المسبح وبقيته ثم سجبها على الأرض وكان هذا تقصر خيمة المقدسة الذي قدمه الله لشعبه كبركة الخلاص يتضمن الناموس وصايا الله 613 بند ووصية وهي تصف ما يجب فعله وما لا يجب فعله قدم الله نموسه ووصايا لشعبه إسرائيل وبالرغم من أن الشعب عرف أن نموس الله ووصاياه كانت صحيحة إلا أنهم لم يتمكنوا أن ينفذوها وذلك لأن كل إنسان كان مولودا وفيه إسرع إسنى عشر نوعا من الخطايا ورسها من آدم ومن ثم فقدوا المقدرة لعمل الصلاح أمام الله فقد شعب إسرائيل المقدرة أن يصبح برا بالأحرى لم يتمكنوا إلا أن يرتكبوا الخطايا حتى بينما يحاولون بكل قوتهم أن يتحرروا منها إنه مصير كل البشرية أن يولدوا ويموتوا كخطاء لكن الله في رحمته اللانهائية قدم لشعبه نظام تقديم الزبائح الذي من خلاله يمكن أن ينالوا التكفير عن خطاياهم وقدم الله تقوس الخيمة المقدسة لشعب إسرائيل وكل شعوب العالم لكي ينالوا الخلاص من خطاياهم كشف الله خلال نظام تقديم الزبائح حبه البال لكل البشرية وبين للعالم طريق الخلاص قدم الله للشعب نظام تقديم الزبائح وحدد عشيرة لاوي لتقوم بهذه الخدمة ومن بين الاثنى عشر صبت لإسرائيل فقد صبت لاوي تم تحديده ليقوم بتقديم دم الزبائح عن شعب إسرائيل كان موسى وهارون من سط لاوي ويسجل لنا الكتاب المقدس القوانين والتعليمات التي تحكم زبائح الخيمة المقدسة بشارة الكفارة بوضع الأيدي وعلى هذا عندما نفهم تقوز تقديم الزبائح التي يقوم بها اللاويين يمكن أن ننال الولادة الثانية بأنفسنا لهذا يجب أن ندرس كلمة الله فيما يخص زبائح الخيمة المقدسة يعتبر هذا الجزء الأكثر أهمية في العهد القديم وأخيرا عندما نأتي للعهد الجديد ننال بركة الولادة الجديدة خلال الماء والروح ضع الله موسى من بيت لاوي إلى الخيمة المقدسة ورسم أخوه هارون كرئيس الكهنة وكان على هارون أن ينقل خطايا الشعب على زبائح الخطية وهذا ما قاله الله لموسى كما هو مسجل في سفر اللاويين الإصحاح الأول الآية الثانية يحدد الله هنا التقديمات الزبائحية إذا طلب أي واحد من الشعب التكفير عن خطاياه كان لابد أن يقدم سور أو غنم من بهائمه أخبرهم الله أيضا إن كان كربانه محرقة من البكر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضى عنه أمام الرب اللاويين الإصحاح الأول الآية الثالثة ويقبل الله الزبيحة بدلا من حياة الشخص الذي كان من المفترض أن يموت من أجل خطاياه ويمكن لشعب إسرائيل أن ينكلوا خطاياهم بوضع أيديهم على رأس الحيوان المقدم زبيحة وكان يجب تقديم الحيوانات الكربانية بإرادة الإنسان الحرة والآن دعونا نرى ماذا تقول الآية الرابعة ويضع يده على رأس المحرقة فيرضي عليه للتكفير عنه وهكذا يقبلها الله عندما يضع الإنسان الخاطئ يديه على رأس الزبيحة تنتقل خطاياه إلى رأس الحيوان ومن ثم كان يتوجب على الإنسان الخاطئ أن يضع يديه على رأس التقدمة أمام الله لكي يقبله الله يمنحه تكفير عن خطاياه ومن ثم يسبح الحيوان ويضع دمه على كورونا المزبح ويصب البقية على الأرض أمام المزبح ولذلك كان يتوجب على الواحد أن يقدم الزبيحة طبقاً للقوانين التي أنزلها الله لكي يدفع ثمن خطاياه ويصبح خالي منها مكتوب في اللويين الإصحاح الأول الآية الخامسة ويصبح العجل أمام الرب ويقرب بنهارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديراً على المزبح الذي لدي باب خيمة الاجتماع وكان ذلك مزبح المحرقة ذو الكورون على زواياه الأربع موجود في داخل الخيمة عند الباب وبعد أن يضع الإنسان الخاطئ يديه على رأس الحيوان المقدم كزبيحة لينك الخطاياه كان يجب عليه أن يسبح الحيوان ومن ثم يرش الكائن دمه على الكورون وتشير كورونا المزبح إلى دينونة الخطايا وهكذا يضع الدم على كورونا المزبح وهو ما يعني أن الحيوان قد صفك دمه ليدفع ثمن الخطايا نيابة عن الإنسان الخاطئ وعندما ينظر الله إلى الدم على كورونا المزبح يكفر عن خطايا الإنسان الخاطئ مقدم الزبيحة لماذا كان يتوجب على زبيحة الخطيئ أن يصفك دمها؟ لأن أجرت الخطيئة موت رمية الإصحاح السادس الآية الثالثة والعشرون ولأن حياة الجسد في الدم ولأنها مكتوب في عبرانيين بدون صفك دم لا يتحدث مغفرة عبرانيين الإصحاح التاسع الآية الثانية والعشرون هكذا صفك دم زبيحة الخطيئة يتم من يموس الله الذي يقول أن أجرة الخطيئة هي موت وبكل المقاييس كان ولابد أن يكون من الإنسان الخاطئ هو مصدر الدم المقدم وبالتالي فإن زبيحة الخطيئة يصفك دمها نيابة عنه ككفارة ثم يضع الكائن الدم على كورونا المزبح ليبين أن أجرة الخطيئة قد دفعت وإذا قرأنا رؤية الإصحاح العشرين الآية الحادية عشر في العهد الجديد يمكن أن نفهم أن كورونا المزبح تشير إلى كتاب الدينونة ومن ثم فإن وضع الدم على كورونا المزبح معناه وضع الدم على كتاب الدينونة وبالتالي فإنه يشهد بأن دينونة الخطايا قد تمت بوضع الأيدي ودم زبيحة الخطيئة يتم تسجيل الخطايا في مكانين تسجل كل خطايا البشرية أمام الله في مكانين الأول الواح كلبهم والآخر كتاب الدينونة المفتوح أمام الله مكتوب في أرمية الإصحاح السابع عشر الآية الأولى خطيئة يهوزة مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس منقوشة على لوح قلبهم وعلى كورون مزابحكم ويقول في اللويين الإصحاح السابع عشر الآية الحادية عشر لأن حياة الجسد هي في الدم الدم هو حياة الجسد وخطيئة يمكن أن يدفع عنها فقط بهذا الدم ومن ثم يوضع الدم على كورون المزبح وتبقى للنموس تقريبا كل الأشياء تظهر بالدم وبدون صفك دم لا يتحدث مغفرة عبرانيين الإصحاح التاسع الآية الثانية والعشرون ويصلخ المحركة ويقطعها إلى قطعها ويجعل بني هارون الكائن نورا على المزبح ويرتبون حطبا على النار ويرتب بني هارون الكهنة القطع مع الرأس أو الشحن فوق الحطب الذي على النار الذي على المزبح وأما أحشاء وأقارعه فيخسلها بماء ويوقض انكاهن الجميع على المزبح محركة وكود رائحة سرور الرب لوين الإصحاح الأول الآية السادسة إلى التاسعة ثم يقطع الكهنة الزبيحة إلى قطع ويدعوها على النار على المزبح تعني هذه التكوز بأنه عندما يخطئ الشعب أمام الله كان لابد أن يموتوا بنفس الطريقة ويصفت دمهم ويلكون في نيران جهنم لكن الدينونة قد نفذت من خلال زبيحة الخطيئة لكي ينال الناس الكفارة عن خطاياهم وأن تقديم الزبيحة الدموية كان تقص دينونة ناموس الله البار دمج الله كل ناموسيه ناموس البر وناموس المحبة في تقص الكفارة عن كل البشرية ونظرا لأن الله بار فقد كان يجب أن يدينهم ويحكم عليهم بالموت لكن لأنه أحب شعبيه أيضا لذا سمح لهم أن ينكلوا خطاياهم على زبيحة الخطيئة وفي العهد الجديد لأن ربنا أحبنا جدا هو قد عمد وصلب ليصبح زبيحة الخطيئة لأجلنا نحن الخطا رفعت معمودية يسوع وموته على الصليب كل خطايا العالم التكفير عن الخطايا اليومية في العهد القديم لنقرأ من اللويين الإصحاح الرابع الآية السابعة والعشرون وإن أخطأ أحد من عمة الأرض سهو بعملة واحدة من مناه الرب التي لا ينبغي عملها وأسمى اسم أعلم بخطيئتي التي أخطأ بها يأتي بكربانه عنزل من المعز أنسى صحيحة عن خطيئتي التي أخطأ ويضع يدهي على رأس زبيحة الخطيئة ويزبح زبيحة الخطيئة في مودع المحرقة ويأخذ الكاهن من دمها بأصبعه ويجعل على كورونا مزبح المحرقة ويصب سائر دمها إلى أسفل المزبح وجميع شحمها ينزعوا كما نزع الشحم عن زبيحة السلامة ويوكد الكائن على المزبح رائحة سرور الرب ويكفر عنه الكاهن فيصبح عنه في لوين الإصحاح الرابع الآية السابعة والعشرون إلى الحادية والسلسون نسل آدم بني إسرائيل وكل شعوب العالم مولودين في هذا العالم ممتلئين بالخطيئة ومن ثم فإن كلبنا ممتلئة بالخطيئة وهناك كل أنواع الخطايا داخل قلب الإنسان أفكار شريرة زنا عهارة قتل سرقة اشتهاء وغبيوة عندما يريد الإنسان الخاطئ أن يكفر عن خطاياه اليومية كان عليه أن يحضر حيوانا بلا عيب إلى الخيمة المقدسة ومن ثم كان عليه أن يضع يديه على رأس الحيوان لينكي الخطايا وكذا يصبح التضحية ويقدم دمها للكاهن الذي بدوره يقدمه أمام الله ومن ثم فإن الكاهن ينكد بقية تكوسة الزبيحة لكي يمكن للإنسان الخاطئ أن ينال مخفرة خطاياه وعلى هذا فإنه بدون نموسى الله وصاياه فإن الشعب لن يعرف إذا هم قد ارتكبوا خطيئة أم لا فعندما ننظر إلى أنفسنا من خلال نموسى الله وصاياه نعترف على خطيئنا وذلك لأن خطيئنا لا تقاص بمقاييسنا لكن بناموسى الله وصاياه ارتكب شعب إسرائيل الخطيئة لا لأنهم يريدون هذا لكن لأنهم كانوا مولودين بكل أنواع الخطيئة في قلوبهم والخطيئة التي يرتكبها الإنسان بسبب ضعفه تدعى زنوبه تتضمن الخطيئة كل زنوب وشر الإنسان ويعتبر كل البشر كائنات ناقصة ولمني إسرائيل كانوا ضعفاء وقاصرين أيضا لذا هم كانوا خطا ومرتكبين أسام وعلى هذا فإن كل خطايا وشر الإنسان يمكن أن تصنف بالطريقة التالية عندما يكون عندنا أفكار شريرة في قلوبنا نسميها خطايا وعندما نتصرف بها خارجيا نسميها تجاوزات إن خطايا العالم تتضمن كل النوعين وفي العهد القديم كانت الخطايا تنقل إلى رأس زبيحة الخطيئة بوضع الأيدي وبعد ذلك يصير الإنسان الخاطئ بلا خطيئة ومن ثم فليس عليه أن يموت من أجل خطايا إن نظام تقديم الزبائح هكذا هو ظل دينونة الله العادلة ومحبته ولأن الله خلقنا من الأرض فلذا نحن من البداية مجرى التراب إن وضع الدم على كورونا المزبح وصب الباكي منه على قاعدة المزبح يعني بأنه قد تمت الكفارة عن خطايا بني إسرائيل ومحيت كل الآيسان من ألواح قلوبهم يكد الكاهن على المزبح رائحة سرور الرب يعني الدهن في الكتاب المقدس الروح الكدس ومن ثم لكي يكفر عن خطيئنا يجب أن نكون بهذه الطريقة التي أمر بها الله ويجب أيضا أن ننال الكفارة عن خطيئنا في كلبنا بالطريقة التي حددها الله لنا أخبر الله بني إسرائيل أن زبائح الخطيئة يجب أن تكون حملا عنزة أو عجل وكانت زبائح الإسم في العهد القديم مختارة العجل حيوان طاهر والسبب أن زبائح الإسم كان يتوجب عليها أن تكون بلا عيب كان لأنها تكشف عن يسوع المسيح الذي حمل بها بالروح الكدس ليصبح زبيحة خطيئة لكل البشرية نقل شعب العهد القديم خطيئهم بوضع أيديهم على رأس زبيحة الخطيئة التي بلا عيب ويقوم الكاهن بتقديم الزبيحة لتكفر عن خطيئهم وعلى هذا النحو تم التكفير عن خطايا بني إسرائيل شريعة يوم الكفارة وبينما كان عليهم تقديم زبيحة كل مرة يرتكبون فيها الخطيئة فقد كان من المحال أن يعدوا كل الزبائح التي يحتاجونها ليكفروا عن خطيئهم ومن صعب التدريب أصبحوا مهملين فقد بدت لهم مهمة لا نهائية أن يكفروا عن خطيئهم يوميا وطفقوا ويشعرون بأنهم لا يمكن أن يتخلصوا من هذا التقس جملة وبغض النظر عن مدى جدية محاولتنا فنحن لا يمكننا تقديم زبيحة كافية عن كل خطيئنا فمن ثم يجب أن تكون الكفارة الحقيقية عن خطيئنا من خلال إيماننا الصادق بناموس الخلاص الذي أعداه الله لنا وبسبب ضعفنا ومهما حاولنا أن نحيا بحسب نموس الله فنحن فقط نصبح مدركين بشكل أفضل لنقائسنا وضعفاتنا ومن ثم قدم الله لبني إسرائيل طريقة للتكفير عن خطايا السنة كلها معا لوين الإصحاح السادس عشر الآية السابعة عشر إلى الثانية والعشرون مكتوب في اللويين ويكون لكم فريضة ظهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر أشهر تزللون أن نفسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب أن نازل في وسطكم لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون سبت عطلة هو لكم وتزللون نفسكم فريضة ظهرية اللويين الإصحاح السادس عشر الآية التاسعة والعشرون إلى الآية الحادية والثلاثون وهكذا نال بني إسرائيل سلام العقل مرة في السنة عندما كان رئيس الكهنة يقدم زبيحة الكفارة في اليوم العشر من الشهر السابع عن كل خطايا الشعب التي ارتكبها خلال السنة وبتطهير خطاياهم كانت كلبهم في سلام في هذا اليوم وفي اليوم العشر من الشهر السابع كان رئيس الكهنة هارون كممثل لكل إسرائيل يجب أن يقدم زبيحة الكفارة في هذا الوقت لم يتمكن الكهنة الآخرين أن يدخلوا الخيمة المقدسة أولا كان يجب على هارون أن يقدم زبيحة الكفارة عنه وعن بيته قبل أن يتمكن أن يقدمها عن كل بني إسرائيل وذلك لأنه هو وأهل بيته قد ارتكبوا الخطيئة أيضا وقد قدم زبيحة عن الشعب كما تبين من الآتي ويأخذ التايسين ويقفهمه أمام الرب لدي خيمة الاجتماع ويلقي هارون على التايسين قرعتين قرعة للرب وقرعة العزازيل ويقرب هارون التايسة الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله زبيحة خطية وأما التايسة الذي خرجت عليه القرعة للعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل وإلى البرية اللويين الإصحاح السادس عشر الآية السابعة إلى الآية العاشرة وكان هارون بعد أن يقوم بتقصد تكفيره عن بيته وعن نفسه يلقي قرعة على التايسين واحدا للرب والآخر كبش الفداء لعزازيل أولا كان يقدم واحد من التايسين للرب وهنا يضع رئيس الكهنة يديه على التايسة عن الشعب لينكل خطياهم التي ارتكبوها خلال السنة ويأخذ الدم إلى كرس الرحمة داخل كدس الأقديس ويرش سبعة مرات وهكذا ينال بني إسرائيل مخفرة لكل آسام السنة الماضية وبدلا من أن يموت بني إسرائيل من أجل خطياهم فإن رئيس الكهنة هارون ينكل الآسام إلى رأس زبيحة الخطية ويتركها تأخذ الدينونة عن الكل ومن ثم يضحي بالتايس الحي الآخر أمام الله وهكذا كانت الزبيحة عن الشعب لأجل الشعب يضع هارون يديه على التايس الثاني أما الشعب ويعترف أمام الله يا رب أن شعب إسرائيل قد ارتكب قتل وزنة سرقة اشتهاء خداع وهم قد سجدوا أمام الأصنام ولم يقدسوا السبت وأهانوا اسمك وقصروا كل وصايا ناموسك ووصاياك ثم يرفع يديه بهذا نكلت كل خطايا الشعب للسنة كلها على زبيحة الخطية لنقرأ اللويين الإصحاح السادس عشر الآية الحادية والعشرون ويدع هارون يديه على رأس التايس الحي ويكرر عليه بكل زنوب بني إسرائيل وكل سياتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التايس ويرسله بيد من يلاكيه إلى البرية ومن ثم يتجول كبش الفداء في البرية ويموت بخطايا بني إسرائيل على رأسه ويعني كبش الفداء عزيزيل في البعبرية والتي معناها أن يضع خارجا ويعني أن زبيحة الخطايا قد تم تردها أمام الرب لأجل كل بني إسرائيل والآن نكلت خطايا إسرائيل على كبش الفداء بوضع أيدي أهرون وبهذه الطريقة نال بني إسرائيل مغفرة خطاياهم وعندما رأوا رئيس الكهنة يضع يديه على التايس ومن ثم يقاد التايس إلى البرية فإن كل بني إسرائيل الذين يؤمنوا بتكوس الكفارة كان واثقا من الكفارة لخطاياهم وكانت كل تكوس العهد القديم ظل لبشارة الولادة الجديدة للعهد الجديد وكان وضع الأيدي ودم الزبيحة في العهد القديم بشارة الخلاص من الخطايا وهو ما تم أساسا في العهد الجديد بشارة الفداء في العهد الجديد كيف كان يتم التكفير عن كل أسامي الشعب في العهد الجديد مكتوب في إنجيل متى الإصحاح الأول الآية الحديية والعشرون إلى الآية الخامسة والعشرون فستلت ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخل الشعبه من خطاياهم وهذا كله كان لكيتم ما يقول من الرب بالنبي القائل هو زل عزراء تحبل وتلت ابنا ويدعونا اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنى فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع أتى ربنا يسوع الإله هذا العالم في اسم عمانوئيل ليخلص كل البشرية من الخطي ومن ثم سمية يسوع جاء يسوع ليأخذ كل خطايا البشر تجسد ليصبح مخلص البشرية وتمم خلاصنا وحررنا إلى الأبد من الخطي ولكن كيف حررنا يسوع من كل خطينا قام بهذا من خلال معموديته دعونا ننظر إلى إنجيل متى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يحنى ليعتمد منه ولكن يحنى منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له أسمح الآن لأنه هكذا يريك بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السموات قد انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامه وأتي عليه وصوت من السموات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت متى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى السابعة عشر في العهد الجديد عندما بلغ يسوع سن الثلاثين سنة جاء إلى يحنى المعمدان في الأردن وقد عمد على يديه وأخذ خطايا كل الخطاة وبعمله هذا تمام بر الله لماذا تعمد يسوع في نهر الأردن؟ دعونا الآن ننظر إلى المشهد الذي قابل فيه رئيس كهنة السماويات رئيس الكهنة الأخير للبشرية هنا يمكن أن نرى بر الله خلال معمودية يسوع التي قدم بها كفارة عن خطايا العالم كان يحنى المعمدان الذي عمد يسوع أعظم موليد النساء وقد شاهد يسوع في متى الإصحاح الحادي عشر الآية الحادي عشر الحق أقول لكم لم يكن من المولودين من النساء أعظم من يحنى المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه وقد تم التكفير عن خطايا الشعب عندما وضع رئيس الكهنة هارون يديه على رأس زبيحة الخطايا في يوم الكفارة هكذا في العهد الجديد تمت الكفارة عن كل خطايا العالم عندما عمد يسوع بواسطة يحنى المعمدان حاملا كل خطايا العالم إلى الصليب تعتبر بشارة الولادة الجديدة بشارة الكفارة الكاملة عن كل الخطايا ومن ثم كانت بشارة الفداء خلال معمودية يسوع هي بشارة الله التي أنزلها ليتم بره والذي بها يخلص كل شعوب العالم وقد عمد يسوع بأفضل الطرق ليكفر عن خطايا العالم بل مقصود بإتمام كل بر يعني أن الله رفع كل خطايا العالم بأفضل الطرق وقد عمد يسوع ليطهر كل خطايا البشرية لأن فيه معلم بر الله من إيمان إلى إيمان رمية الإصحاح الأول الآية السابعة عشر إن بر الله قد اتضح في قراره أن يرسل ابنه الوحيد يسوع إلى هذا العالم ليرفع كل الخطايا خلال معموديته على يد يحنى المعمدين وموته على الصليب في العهد الجديد قد أظهر بر الله خلال معمودية يسوع ودمه أصبحنا أبرارا لأن يسوع أخذ كل خطايا البشرية تقريبا منذ ألفين سنة مضت في الأردن وعندما نقبل خلاص الله في قلوبنا فإن بر الله يطم حقا فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا يليك بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع وصعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتي عليه وصوت صارخ من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت إنجيل متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر إلى السابعة عشر هذه الفكرة تكشف أن الله نفسه شهد لحقيقة أنه بمعمودية ابنه قد تمم كل بر الخلاص كان يخبرنا أن يسوع الذي قد عمد على يد يحنى المعمدين الآن هو حقا ابني شهد الله بأن ابنه قد عمد للتكفير عن كل البشرية وقام بهذا لكي لا يصبح العمل المقدس لابنه يسوع بلا جدوى يسوع ابن الله وأيضا مخلص خطاة العالم قال الله الذي به سررت والحق هو أن يسوع أطاع إرادة الآب وأخذ كل خطايا البشرية خلال معموديته وتعني كلمة معمودية أن يختسل أن يعبر إلي أن يدفن لأن كل خطيانا قد نكلت على يسوع عندما عمدت وكل ما يجب أن نفعله هو الإيمان بالبشارة لنخلص من كل خطايا العالم أن إتمام كل نبوات الخلاص في العهد القديم قد تمت خلال معمودية يسوع يسوع في العهد الجديد ومن ثم وجدت تنبؤات العهد القديم تحقيقها أخيرا في العهد الجديد وقد تمت تكفيره عن خطايا بني إسرائيل مرة كل سنة في العهد القديم فإن أيضا خطايا الشعب نكلت إلى يسوع وكفر عنها إلى الأبد في العهد الجديد إن لوين الإصحاح السادس عشر الآية التاسعة والعشرون هي مثال لمتة الإصحاح السالس الآية الخامسة عشر عمد يسوع ليحمل كل خطايا العالم وبفضل معموديته خلص كل الذين يؤمنون بغفرانه الأبدي للخطايا وقد محت كل خطاياهم من ألواح كلبهم وإذا لا تعترف ولا تصد بقلبك بحقيقة معمودية يسوع وموته على الصليب لا يمكنك أن تتطهر من خطاياك بغض النظر عن الحياة النقية التي تحياها فقط خلال معمودية يسوع تمت كلمة الله ومحيت خطايانا يتم الخلاص الحقيقي خلال الفداء من كل خطايا بكلمات أخرى خلال معمودية يسوع الآن ماذا تفعل؟ هل تقبل هذا الخلاص في قلبك أم لا؟ هذه ليست كلمات إنسان لكنها كلمات الله نفسه مات يسوع على الصليب لأنه أخذ كل خطاياك بمعموديته ألا توافق بأن صلب يسوع كان نتيجة لمعموديته؟ مكتوب في رمية الإصحاح السامن الآية الثالثة إلى الرابعة لأنه ما كان النموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد الله إذ أرسل ابناه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دينا الخطية في الجسد لكي يتم حكم النموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح وأخذ يسوع كل خطايا الجسد على نفسه لأن الإنسان لا يمكنه أن يحفظ النموس ووصايا الله بسبب ضعف جسده هذه حقيقة معموديت يسوع معموديت يسوع عينت موته على الصليب هذه هي حكمة بشارة الله الأصلية إذا كنت وما زلت تؤمن فقط بموت يسوع على الصليب عد الآن واجبل في قلبك بشارة الخلاص بمعموديت يسوع أيضا حينئذ وحينئذ فقط يمكن أن تصبح ابنا لله البشارة الأصلية هي بشارة كفارة الخطايا وهي بشارة معموديت يسوع موتيه وقيمته الذي كشفها الله لنا طهر يسوع المسيح الخطية كلها مرة واحدة بمعموديتي في الأردن وخلال هذا قدم الخلاص لكل أولئك الذين يؤمنون بهذه الحقيقة وبسبب إيماننا كل خطاينا المستقبلية أيضا قد طهرت الآن كل من يؤمن بمعموديت يسوع ودمه على الصليب يخلص من كل خطايا العالم إلى الأبد هل تؤمن؟ إذا كان جوابك نعم أنا أؤمن إذن أنت ستصبح بار والآن دعنا نخل نلخص الأشياء التي حدثت بعد معموديت يسوع من يحنى الأول الأسحاح الأول الآية التسعة والعشرون مكتوب هو وذا حمل الله الذي يأخذ خطية العالم شهد يحنى المعمدان بأن يسوع هو حمل الله الذي أخذ خطية العالم وقد نقل يحنى المعمدان إلى يسوع كل خطايا العالم عندما عمده إلى الأردن ففي الأردن ولأن يحنى المعمدان نفسه عمد يسوع لذا هو يمكن أن يشهد هو وذا حمل الله الذي يأخذ خطية العالم عمد يسوع وأخذ خطايا العالم وهذه هي بشارة الولادة الجديدة ووذا حمل الله الذي يأخذ خطية العالم إنجير يحنى الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون أخذ يسوع كل خطايا العالم خلال معموديته الخطايا التي ارتكبتها منذ ولادتك حتى عيد ميلادك العاشر متضمنة في خطايا العالم هل تؤمن بأن هذه الخطايا قد نكلت إلى يسوع؟ نعم أؤمن ماذا عن خطاياك من سن الحاديات عشر حتى العشرون هل تؤمن بأن هذه الخطايا قد نكلت أيضا إلى يسوع؟ نعم أؤمن هل الخطايا التي سترتكبها في المستقبل هي بين خطايا العالم؟ نعم هي ضمن خطايا العالم أيضا إذن هل نقلت إلى يسوع؟ نعم نقلت هل تؤمن حقا أن كل خطاياك قد نكلت إلى يسوع؟ نعم أؤمن هل تؤمن أن كل خطايا العالم قد نكلت إلى يسوع خلال معموديته؟ نعم أؤمن هل تريد أن تخلص من خطايا العالم؟ إذا تريد ذلك آمن ببشارة معمودية يسوع ودمه على الصليب فبمجرد أن تؤمن تخلص هل تؤمن بهذا؟ هذا هو الخلاص الحقيقي للولادة الثانية معمودية يسوع ودمه هي البشارة الأصلية للولادة الثانية إنها بركة الله لكل خطوة العالم ومعنى أنك تؤمن بخلاص الولادة الجديدة خلال معمودية يسوع ودمه على الصليب وكذلك أن تتطلع إلى حبه هو أن يكون لك إيمان حقيقي وتكون حقا مولودا ثانيا إن علامات الولادة الجديدة هي الماء ودم يسوع يجب عليك فقط أن تقبل كلمات الحق المكتوبة في الكتاب المقدس الدين والإيمان يعتبر الدين هو أن تؤمن بيسوع طبقا لأفكارك الخاصة وترفض كلمة الله الطاهرة لكن الخلاص من الخطيئة بعيدا عن الأفكار الخاصة الإيمان هو أن تؤمن بكل كلمات العهد القديم والعهد الجديد وتنكر أفكارك الخاصة إنه أن تعرفها كما هي مكتوبة في كتاب المقدس وتقبل الخلاص خلال الماء والدم معمودية يسوع وموته على الصليب يمكن أن يخلص الإنسان بأن يأخذ في قلبي حكمة البشورة الأصلية ليس هناك محول خطيئة بدون معمودية يسوع وبدون صفك دم ليس هناك مغفرة للخطايا كل خطيئة قد نكلت إلى يسوع قبل أن يأخذها للصليب ويصفك دمه عندما نؤمن بأن معمودية يسوع ودمه على الصليب وبالولادة الجديدة خلال الإنجيل نصبح طاهرين من كل خطايا العالم الإيمان الصادق هو أن تؤمن أن يسوع المسيح طهرنا بالكامل من كل خطيئنا عندما عمده إنه إن تؤمن أنه أخذ دينونة عن كل خطيئنا على الصليب يجب أن تصد بخلاص الله البار أحب الله الإنسان كثيرا لدرجة أنه خلصنا خلال معمودية يسوع ودمه على الصليب عندما نؤمن بهذه البشارة نخلص من كل خطيئنا ونتحرر من الدينونة ونتبرر أمام الله يا رب أؤمن أنا غير مستحك للخلاص لكن أؤمن ببشارة معمودية يسوع وصل به وقيمته نحن فقط يجب أن نشكر الرب لبركة بشارة الولادة الجديدة بالإيمان الحقيقي هو أن تصد بالبشارة الأصلية للولادة الثانية حقيقة الولادة الجديدة في هذه هي هذه إذا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله رمية الإصحاح السامن الآية العشرة إلى الآية السابعة عشر تعرفون الحق والحق يحرركم يحنى الإصحاح السامن الآية الثانية والثلاثون نحن يجب أن نعرف الحقيقة بالضبط ويجب أن نسك بالماء والدم والروح الذين يشهدون لهم نجيل يحنى الأولى الإصحاح الأول الخامس الآية الخامسة إلى الآية السامنة الحق يحرركم هذه هي كلمات يسوع عن الماء والدم هل تحررت؟ هل نحن مدينون أم مخلصون؟ يريد يسوع فقط أولئك الذين لديهم الإيمان ببشارة الولادة الجديدة من الماء والروح إذا تؤمن ببشارة معمودية يسوع ودمه فأنت بلا خطية في قلبك لكن إذا تؤمن بيسوع كدين فأنت ما زلت في الخطية لأنك ليس لديك الإيمان الكامل في خلاص يسوع يحاول الناس المتدينون أن يحصلوا على الفداء لخطياهم كل مرة يصلون بالتوبة وهكذا لا يمكن أن يخلصوا من خطياهم بالكامل حتى إذا تابوا خلال حياتهم فهذا لا يمكن أن يحل محل المخفرة المخفرة الكاملة للخطايا خلال معمودية يسوع وموته على الصليب لنخلص بالإيمان ببشارة يسوع الذي طهر كل خطايا العالم حتى التي في المستقبل أخبركم مرة ثانية أن صلوات التوبة يوميا لا يمكن أن تحل محل بشارة الولادة الجديدة كل المسيحين يجب أن يؤمنوا الآن بمخفرة الخطايا خلال بشارة الولادة الجديدة فلا يمكن أن نتوب عن خطيانا بالكامل صلوات التوبة الباطلة لا يمكن أن تقود الإنسان إلى الله لكن فقط تواسي روحه صلوات التوبة الباطلة هي اعتراف أحادي الجانب لا يؤخذ في حزبانيه إرادة الله وهذا ليس ما يتوقعه الله مننا ما هي التوبة الصديقة؟ هي الرجوع إلى الله الرجوع لكلمة خلاص يسوع والثقة بالكلمة كما هي مكتوبة البشارة التي تخلصنا هي بشارة معمودية يسوع صلبه وقيمته وعندما نؤمن بهذه البشارة بالكامل نخلص وننال حياة أبدية هذه حكمة بشارة الولادة الجديدة وهي الإيمان بمعمودية يسوع ودمه وبشارة ملكوت الله التي تسمح لنا أن ننال الولادة الثانية عندما أخبرنا يسوع أننا يجب أن نكون مولودين ثانيا من الماء والروح قصد بأننا يجب أن نكون مولودين ثانيا بالإيمان بمعمودته وبدمه على الصليب ومن ثم فنحن قادرون أن ندخل ونسكن في ملكوت الله يجب أن نصد بكلمته الشاهدان على مغفرة خطيانا هم معمودية يسوع ودمه على الصليب الكلمات التي تسمح لنا أن ننال الولادة الثانية الآن هل تؤمن ببشارة الولادة الجديدة ومغفرة الخطايا؟ الإيمان بمعمودية يسوع ودمه على الصليب يخلصنا من كل خطايا العالم يمكننا اختبار الولادة الثانية بهذا الإيمان وحيث أن الكتاب المقدس يخبرنا أن يسوع طهر خطايا كل خطايا العالم فلماذا إذن نؤمن وننال الولادة الثانية؟ أولئك الذين يؤمنون بالشاهدين الذين يشهدان على ولادتنا الثانية أي معمودية يسوع وصل به وهم حقا مولودين ثانيا والذي يؤمن بابن الله عنده الشاهد في نفسه يحنى الأولى على الإصحاح الخامس الآية الثالثة إلى العشرة عندما نصك بيسوع لا يجب أن تحذف بشارة الماء والدم والروح وكما أن القائد نعمان اختسل في الأردن سبعة مرات ليشفى بالكامل من البرس ملوك الثاني على الإصحاح الخامس يجب أن نؤمن بأن يسوع طهر الخطية بشكل نهائي في الأردن ونتيجة لذلك قدم لنا الخلاص الأبدي ولأن يسوع وأحبنا نحن يمكن أن نخلص من كل خطايا العالم ويكون لنا حياة أبدية بأن نصك ببشارة مغفرة الخطية دعونا كلنا نؤمن ببشارة الولادة الجديدة وننال خلاص الله اشتركوا في القناة